السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم بحر المنسي من قناة تاروت سماء المحبة وقراءة تاروت مواليد برج العزراء توقعات أبرز الأحداث القادمة لبرج العزراء بمشيئة الله نبدأ باسم ده الرحمن الرحيم عشر كؤوس وست سيور والكأس نقدر نقول يا مولود برج العزراء تشايف عندكم الفترة الحالية زي سعادة مع الشريك زي أنه كنتوا بتتركوا كل الأشخاص اللي في حياتكم أو بترحلوا من علاقة وبتروحوا للعلاقة اللي قلبكم اختارها واللي قلبكم ارتاح فيها شايف إن كنتوا الفترة الحالية من أحسن الفترات عندكم على الصعيد المالي الأسابيع القادمة من أكتر الفترات استقرارا على الصعيد المالي والتوازنا على الصعيد المالي يعني هتكونوا بارعين في العمل هتكونوا مؤثرين في العمل هتكون عندكم حصاد لأموال بالشكل الكافي وحصاد لأموال كافية شايف تحكم في العالم بتاعكم وسيطرة على حياتكم بالشكل الكافي بالإضافة لإني شايف إن قلبكم متعلق بحلم معين أو بحاجة معينة ما عايزين توصل لها أو بشخص معين أو بشريك الحياة الحالي فبالتالي إنتوا بتعيشوا أجمل فترة في حياتكم وأكثر فترة استقرارا على صعيد العمل والمال وعلى صعيد حياتكم العاطفية شايف إن كنتوا بتتشاركوا مع الشريك في رحلة البحث عن تحقيق النجاحات والطموح وبتتشاركوا في طموح كتير بالإضافة لإني أنا شايف إن في أجواء ممتعة وأجواء سعيدة بينكم ربما في خرجات جميلة هتقضوها أو رحلات أو خرجات أو أماكن رائعة أو صفر أو حاجات هتشاركوا بعض فيها من متعة وسعادة وراحة شايف عندكم تفكير بحكمة في المستقبل وتحديدا في أموركم العاطفية بتفكروا بأبعاد المستقبل بتحاولوا تحافظوا على العلاقة لأطول فترة ممكنة عشان أنتوا دلوقتي لأول مرة بتشعروا بالتصارح مع العالم بتاعكم وبتشعروا بحب الحياة وبتشعروا إن كنتوا أمام اختيارات حقيقية مصيرية للحفاظ على كل حاجة ربنا لزقكم بيها من قوة من شريك رائع بيتشارك معاكم في حاجات كتير وبيشبهكم في حاجات كتير من تحقيق إنجازات وأشياء جيدة لفترة الحالية من رحلات قد تكون مؤسرة وقد يكون عند البعض منكم هجرة أو صفر أو حاجة زي كده وشايف كمان إن بيكون عندكم استمتاع بالحياة بشكل كبير وأجواء من السعادة وأجواء رائحة جداً بتقضوها برفقة أصدقائكم وبرفقة الأشخاص اللي في المحيط الخاص بيكم نقدر نقول إن برغم تعدد العلاقات اللي في حياتكم أو إن وجود أشخاص كتير في حياتكم أو وجود صدقات والشريك الحياة وأشخاص يعني مش بدعانوا من الوحدة إنتوا اجتماعيين في الوقت الحادي إلا إن بيظل قلبكم آمن بيظل وضعكم مستقر بتظلوا مع ناس هتصنكم وهتقدركم وهتساعدكم على التحكم في حياتكم والتحكم في العالم بتاعكم وهتساعدكم في إن كنتوا تشعروا بالسعادة وتشعروا بالفرحة وتلاقوا الشريك الحياة وتحافظوا كمان على علاقاتكم مع الفترات الطويلة اللي قلبكم اختاروا شايف ورف بنتكر عندكم دقريبا ضعف التوازن المالي وبتعيشوا في أجواء مناسبة لكم جدا وشايف إن كنتوا بتكسروا حدودكم الفترة الحالية وبتوصلوا لحاجة مميزة كأنكم كنتوا بتسعروا كده من فترة وبتسعروا لتحرير نفسكم كنتوا بتستجمعوا طاقتكم عشان تستعيدوا توازنكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرز عشان يوصلكم التوقعات الشهرية والإسبوعية واليومية لبرجكم والحاجة زقراءة خاصة هتلاقوا رقم معتساب في صندوق الوصف الاشتراك واللايك والشير شكرا لكم استنوني في الفيديو القادم السلام عليكم اشتركوا في القناة